مجلس القومي لحقوق الإنسان في بعض الأشخاص موجودين في هذا المجلس ناس كثيرة معترضة عليهم ولكن الحمد لله عندنا اسمين ثلاثة كده إحنا سعداء بيهم أو الناس اللي مهتمة بحقوق الإنسان يعني سعيدة أنهم موجودين من ضمن هذه الأسامي طبعا بيشرفنا يكون معنا دكتور إيهاب الخراط عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وطبعا عضو مجلس الشورى وطبعا حزب المصر الديمقراطي الاجتماعي بشكر حدك على وجودك معنا نهار دا أهلا بيك يا أستاذ بداية كده إيه المعايير اللي على أساسها تم اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان اه إحنا طبعا كلاجة حقوق الإنسان في مجلس الشورى حطينا معايير مبنية على معايير باريس إيه معايير باريس عشان عاد تعمل سورتش مالشة وصلها اه هي حاجة لو لقيت مبادئ باريس ممكن تلاقيها في سنة 1993 عملوا حاجة اسمها مؤتمر باريس لكل الدول اهتماما بتأسيس ما يسمى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اللي تأسس بناء على الاتفاقية دي المجلس القومي لحقوق الإنسان ودول قالوا إحنا عندنا مبادئ معينة لاختيار أعضاء المجلس القومية لحقوق الإنسان أو المجلسة الوطنية لحقوق الإنسان من ضمن المبادئ دي أنه يكون الشخص ده له خلفية في ما يسمى حماية وتعزيز حقوق الإنسان يعني اتكلم على حقوق الإنسان يعني زي ما حضرتك بتقولي كده فيه أسماء معروفة أنه هم اتكلموا حقوق الإنسان عملوا مؤتمرات عملوا تدريب طلعوا تقارير عملوا أبحاث يعني الشخص ده له اهتمام بحقوق الإنسان ومن ثم ينشط حقوقي أحياناً ومهتم بقضايا حقوق الإنسان يعني بس قالوا كمان عايزين تمثيل واسع للمجتمع يعني عايزين يكون فيه سياسيين عايزين يكون فيه كافة الفكر الطيف الفكري والديني والسياسي ومثل لازم يكون فيه نقبيين لازم يكون فيه أطباء محامين صحفيين لازم يكون فيه برلمانيين بحيث أنه المجلس ده يكون أداة اتصال ما بين فكر حقوق الإنسان والدولة كلها والشعب والمجتمع إلى آخر فإحنا حطينا معايير من ضمنها لازم يكون فيه الخلفية دي يكون الملف خالي من أي انتهاكات أو تحيز أو تحفظ على مبادئ حقوق الإنسان والإعلانات والمواثيق والعهود اللي مصر وقعت عليها ونمر الثلاثة أنه يكون فيه تمثيل للطيف الفكري والسياسي متزن وأنه إحنا كمان كنا بنحاول في اللجنة أنه يكون فيه اهتمام بالملفات المختلفة لحقوق الإنسان يعني حد يكون معروف عنه مش بس حقوق الإنسان بشكل عام لكن حد يمسك مثلا حقوق المرأة حد يكون عارف أنه هو يشتغل قبل كده في الحق في السكن الحق في الصحة إلى آخر إذن التنوع في الأطياف كمان لي علاقة بأنه مش بس متنوعين فكريا ومن الخلفية ولكن كمان عندهم اهتمام حقيقي متنوعين في اهتمامهم يعني مثلا لو أنا قلتلك الحق في الصحة مين مهتم بالحق في الصحة في مصر هنعرف أن فيه محمد حسن خليل حق في الصحة وتكلموا عليه لو تلك الحق في السكن هنعرف ناس لو تلك حقوق الطفل في هاني هلال يعني فيه ناس يعني قضت حياتها في العبد اللي هو مهتم بحقوق المهمشين والمدمنين مش عارف إزاي فكل واحد حط ملف معين وركز عليه قلنا احنا الكلام ده إنما وقدينا وفي اللجنة حقوق الإنسان عملنا مشاورات واسعة وقدينا يعني اختراحاتنا لكن الاختيار ما أخدشي قوي بالاقتراحات اللي أنا اخترحناها ده إجابة على سؤالي المعايير دي المعايير بس مش دي لستخدمة يعني يعني مش بالزبط يعني يعني أقدر أقول كان فيه قراءة خاصة للمعايير دي أنا أنا شخصيا حاسس إنه مش أوفق قراءة يعني آه قلنا لازم يكون فهو قالوا لنا طب ما إحنا جبنا ناس من حقوق الإنسان أنا كنت نفسي إن الناس اللي عندهم خلفية في حقوق الإنسان تكون أوضح وأقوى وإن حتى لما تجيبي مثلا أستاذ قانون مثلا أو أو قاضي سابق أو فنان أو كذا يكون يتكلم على حقوق الإنسان يعني ممكن يكون هذا اللي أنا بقوله أنه يبقى متنوعين ولكنهم فعليا مهتمين بالخضايا مختلفة ببعض الإنسان أو ما عملش حاجة بتعارض المبادئ دي يعني يكون عنده ثقافة حقوق الإنسان واضحة في كلامه وفي تصرفاته وفي مواقفه إلى أخير طبعا دي بقى مسألة خلافية أنت تقولي لي لا ده رجل كويس جدا وده رجل مثلا بيعطف على الفقير و بي رجل ودود ورجل يعني هذه كلها سفات مش بتنوع أنت بقى تفهمني دي حقوق الإنسان أنا أقولك لا مش دي حقوق الإنسان ده في حاجة تانية على بل بقى ما نعرف أنت فاهم ممكن وهي معرفة بقوانين كمان وموافق عام الدولية والتفاقيات واللغة يعني في واحد بيتكلم بطريقة معينة أي واحد مهتم حقوق الإنسان يقولك الطريقة دي ما تصحش اختبالي واحد تاني ما ياخدش بال يقولك عادي يعني ده رأيه طبعا أنا مش هايزق طبعا أتكلم محدك في أسامي بعينها ولكن انتقد عدد من المراقبون وجود الشيخ صفة حجازي تحديدا في المجلس القومي الحقوق الإنسان لأكتر من سبب وممكن آرى بسنا عندنا المعلومات لأن في تحرر ضده أكتر من محدر تحديدا ليه علاقة بانتهاك حقوق الإنسان لأنهم لما شتم المتظاهرين ووصفهم بأن هناك دعارة هو محدر رقم 80-40 إداري مدينة ناصر أول لسنة 2012 ده كمان ده محدر تاني لأنه في صحفي اتهم بأنه تعدى عليه بالضرب وبالشتيمة يعني الشيخ صفوة حجازي هناك انتقادات واضحة وصريحة من قبل عدد كبير من الناس اللي وجودوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان يا حضرتك بتقولي لي مش هتذكري أسماء بس الشيخ صفوة حجازي أنا أقولك مش قادرة مذكورش أسام مش عايزة بس لأنه فعليا هناك انتقادات كثيرة وإزاي شخص متهم بانتهاك حقوق الإنسان يبقى موجود في المجلس القومي المنشان والحفاظ على حقوق الإنسان هنا لازم نفرق ما بين حاجتين يعني خلو الصحيفة الجنائية لو اتحرر ضده محاضر أو اتهامات ومفيش حكم صادر عليه بصحيفة الجنائية آخر لكن لازم وده محتاج مزيد من التوثيق والتأكيد عشان أنا محبش أقول كلام على عواهنه إذا كان ثبت على شخص معين ما يسمى خطاب الكراهية أو خطاب التحريد على الكراهية أو الحض على الكراهية يبقى هو طبعا غير مؤهل لحقوق الإنسان بصرف نظر عنده بينطبق على شيخ صفوة أو لا والله يعني إحنا ده كمان سمعناه أنا عارف أن حذك في حرك شديد أنك تكلم عن أشخاص ولكن أنا بن الحوار اللي بيدور عند الناس وتحديدا برضو الشيخ صفوة حجاز يتكلم في أحد المؤتمرات اللي كانت معمولة لتأييد الدكتور مرسي وقال انتخاب مرسي وصفوا بالجهاد في سبيل الله واعتبر أن من ينكر ذلك عدوا للإسلام مش هايز أتكلم عن الشيخ صفوة حجاز كلمة عدو الإسلام للي مش هامد ده يعتبر نوع من نوع انتهات الحوال الإنسان طبقرة هي طبقرة طب أنا مش هتكلم خلاص مش كلم عن أشخاص توفي لكم طبعا في دوركم وإن كان هناك برضو ناس شايفة إنه طب ما هو المجلس القومي الحوال الإنسان في ظل اللي إحنا فيه ده ممكن ما بقاش لي دور مهمة أول ما احترام شديد يعني يعني ونعمل حالك عضو في يعني طبعا شوفي حضرتك فيه نقطتين فيه نقطة إنه إحنا لا ننكر إنه فيه قطاعات كبيرة من المجتمع المصري والشعب المصري صارت ممثلة لأول مرة في المكسيقون الهول الأربع تشكيلات السابقة كانت خالية تماما من الإخوان والسلفيين وخالية تماما من أي ممثل للطيار الإسلام السياسي بالمعنى الواسع وهم اللهم موجودين بس مش الأغلبية هم دلوقتي بقوا 13 من من ال 27 وفيه 11 يساري وليبرالي وفيه 2-3 من غير يعني تحدي بس الألوان واضحة جدا دلوقتي فانت تدري تقولي لو هم كده أغلبية وحيبقى فيه لون معين أو يعني حوضة معينة في المجلس أو تحيز معين أو فيه حاجات معينة مش هياخدوا بالهم منها أو مش هيراقبوها لأن عندهم نظارات خاصة يعني فبتشوف حاجات وبتشوفش حاجات واحد تاني يقول لا بس دي هتبقى لأول مرة أن احنا هنشوف قيادات من الطيار ده ونقولها قادي ثقافة حقوق الإنسان قادي الموقف فهذا جايز يثري ثقافتهم ويثري ثقافة المجتمع ويغير ثقافة المجتمع إلى آخر تمام فهل يعني شايف أنه ممكن يبقى لي دور فعلا المجلس القومي لكنه هو في محك يعني هو في موقف صعب ده تشكيل مختلف عن كل التشكيلات السابقة تشكيلات السابقة كان فيها يعني خبرة أكبر بحقوق الإنسان أنا ما كنتش راضي عنها إطلاقا يعني أنا كنت نفسي أن التشكيلات تبقى أحسن من السابقة أخشى ما أخشى أن هذا التشكيل على الأقل مش أحسن من السابقين كتير يعني وفيه نقاط ضعف ما كانتش موجودة في التشكيلات السابقة طبعا لولا أن حضرتك ومرونة تفكيرك ما كنش هادر أسأل نوصل أسئلة أنا سألتها فأنا بشكرك يعني طبعا طيب خيانيا عرف أنا عارف أن لسه أكيد ما فيش خطة عمل ولكن خيانيا أسألك عن أحلامك أو اللي حضرتك حبب أنه يتحقق من خلال المجلس القومي هو في ملف واضح جدا وصريح للمجتمع المصري كله والإخوان والسلافيين وإحنا وكل البشر مهتمين به اللي هو إنهاء التعذيب في السجون إصلاح جهاز الأمن الحفاظ على حقوق الإنسان في منظومة الأمن المصري دي مسألة يعني صورة قامت علشان كده صورة قامت احتجاجا على قصوة معاملة الشرطة وتجاوزات الشرطة في يوم 25 يناير والمسألة دي لم يتم تناولها بعد ده ملف مهم جدا يعني لازم الحفاظ على كرامة واحترام ونفسية قيادات الشرطة والشرطة نفسها ومهنيتهم لكن لازم تغيير الثقافة بتاعت هذا الجهاز بإجراءات إدارية واضحة بإجراءات تثقفية واضحة بإجراءات إعادة بناء كاملة هذه واحدة نمرت اتنين أعتقد أنه فيه دلوقتي يبقى ملح جدا ملف حقوق المصريين في الخارج والعملين في الخارج وحقوق المصريين في مسألة الهجرة الناس اللي قاعدة تغرق في مراكم دي والناس اللي قاعدة تضرب في بلاد عربية شقيقة والناس اللي قاعدة تتحبس بدون محاكمة والحاجات دي كلها لازم تطرح وأعتقد أنه من الملف من الملفات الشائكة والحساسة جدا في اللحظة دي اللي هي حقوق المرأة لأنه برضو فيه خطاب بيربط حقوق المرأة بسوزان مبارك وهذا يعني زيف زي ما لو فاروق حسني عمل المتحف الكبير مش معنى كده أن فاروق حسني مرتبط بالأهرام يعني مش هو اللي بنى الأهرام لا هي طبعا هي هجوم شرس على تحديدا القوانين الخاصة بالمرأة وقانون الرؤية وفي حالة كده من حالات انهم عايزين يلغوا هذين القوانين علشان نرجع هو قانون الرؤية في مشاكل محتاج تعديل طبعا بس الخطاب اللي بيتقال زي ما يكون ده ستات دول جايبين لنا الكلام واحنا عايزين يعني نقمحهم أكثر علما بأن مصر ترتبها في دول العالم في حاجة اسمها المنتدى الاختصالي العالمي بيعمل ترتيب على مستوى التوازن ما بين الجنسين أو المساواة ما بين الجنسين ما بيقولش بقى إحساسات ولا تحليلات بيقول كم واحدة مدير عام كم واحدة وكيلة وزارة أرقام يعني كم واحدة أرقام كم واحدة بتخش تعليم ابتدائي كم واحدة بتخش تعليم جمعة وكذا يعني كم واحدة بتتعرض للعنف كم واحدة وقل قوانين شكلها كذا فترتيب مصر من ١٢٨ دولة ١٢٢. يعني في ست دول أسوأ مننا ومن الضهور يعني بننزل كنا مثلا ١١١ بين ١٢٢. فبعدما الناس بتقول لك لا المرأة خدت حقها وبتاع لا. يعني عارفة إحنا في وضع زي العبيد في القرن ١٩. يقول لك ما العبيد واخدين حقهم وهو أصلا مش مفروض يكون فيه عبيد. هو فهو يقول لك نادس. والحق لا يمنح يعني انت بحق ديل وحق. ده حق فهم ازاي يقول لك ما احنا بنعمل العبيد كويس وبتاع وانتوا عايزين تبوزوا نظام المجتمع. ده دي نفس الكلام بيتقال ما ستات خدوا حقه. ازاي ستات خدوا حقهم والوزراء بنقاطهم بهم كده وما بينجحوش في انتخابات وما بيوصلوش مجالس إدارة. أنا حضرتك لما كنت في الكلية كان عندي زمايل بنات أشتر مني كتير جدا. بيذكروا أحسن بيخشوا يعملوا أحسن بيكشفوا أحسن بيشتغلوا أحسن. بعد تلاتين سنة من تخرجنا معظمهم ما عملش حاجة. تسئين في المئة منهم ما عملش حاجة والرجال عملوا. جوزوا وقعدوا في البيت. اه جوزوا وقعدوا في البيت عملوا شغلانات خيرية كده عملوا. ده حرام دي كانت طاقة كبيرة جدا ومصر محتاجة كانت محتاجة. ناس داتة كفاءة ومعظم الرجال عملوا حاجة يعني فهم ازاي. ده مجتمع عايز يستغل نص ما فيه منطقات. ده ملف مهم جدا. يبقى المرأة حقوق المواطنين كرامة المواطن في الداخل وفي الخارج. ده مهم. دي حاجات مهمة جدا. فهم عند الوقت ثارت مشاكل في حرية الرأي والتعبير. والمجتمع يعني بيتقلب على الموضوع ده ولازم الدفاع عنها. كل دي حاجات ما فيهاش هزار. انت لازم تحط حدود ما هو التدخل في الحياة الشخصية للناس. ما هو انتهاك الحياة الشخصية للناس. وما هو الحق في التعبير. ايه اللي تقدر تقوله و ايه اللي ما تقدرش تقوله. صحيح. هل فيه آليات جديدة بتفكروا فيها للمواطنين عشان يتواصلوا مع المجلس القومي حقوق الإنسان. يعني لو انا عندي انتهاكات عايزة اعرضها عايزة تواصل معاكم بأي شكل من الاشكال. عايزة اشوف التقارير حتى اللي بتعملوها. هل هناك. هو طبعا التقارير علنية وموجودة. لكن لم تتحظى بتغطية اعلامية كويسة. وبعدين التقارير كل اللي شفته منها لحد الوقت يمكن فيه حاجات انا ما عرفهاش. تقارير كبيرة جدا وذا تطابع اكاديمي صعب جدا. بحث. اه يعني بحث كبير جدا من دراس الدكتوراه كتر. فمكتوب فيها كل حاجة. بس الناس مشتتعرف تتابع الكلام ده. انت محتاج بقى بامفلتس مجلات تقارير مصورة تتبيعت على الصحف. تعمل مؤتمرات صحفية اكتر. تعمل ندوات في الشارع. تعمل ندوات دات قادرة على تغيير الثقافة. تعمل افلام كليبات. بتنزل ايه الحق ايه اللي مش حق وهكذا. سؤال اخير وهو مكافوت كان يبقى اول سؤال. بس طمعت لخامنا في الاسامي. هو دور المجلس القومي. انا بالنسبالي كان مواطن عادي. انا بالنسبالي ايه اهمية توجود المجلس القومي. اه حاجة تانية حضرتك جزء بيربط بالسؤال ده. سؤال الفات اللي هو انه فيه لجنة لتلقي الشكاوي. اه. وبالتالي اخد مواقف فيها. وبعدين لكن الدور الاساسي فيه هو المراقبة والابلاخ. للجهات التنفيذية. فهو جهة رقابية اساسا. جهة رقابية وينتهي عمالها عند كتابة التقرير. مهم جدا. طبع انك تكتب تقرير وتبلغه. بس مثلا من ضمن الانجازات الضخمة اللي الناس كتير مش واخدة بالها منها. انه المجلس القومي الحقوق الانسان طلع تقرير وافي في سنة 2010. عن تزوير الانتخابات. وقال ان هذه الانتخابات مزورة. وان هناك فساد سياسي واضح. القاضي الاداري. اللي حكم بحل الحزب الوطني. استند على التقرير ده. قالوا له الحزب الوطني شارك في فساد الحزب السياسي. ولا بد ان يحل. فهو قال لهم طب يثبتوا لي. رح مطلعين له التقرير. قال ده إثبات. احنا حلين الحزب الوطني. الحاجات دي بيتجيب نتيجة. وفي كذا قضية كبرى من النوع ده استند عليها. ربعا احنا بنطالب بزيادة صلاحياته. بزيادة سلطاته. يبقى عنده حاجة زي شبه الضبطية القضائية. كده بحيث انه يقدر يفتش فورا. يقدر يتحرك فورا. عمل تقارير عن الحالة في السجون. والحالة متردية. زي مثلا حكاية. هو اللي قام بحكاية انه سجن طراء مجهز. مستشفى سجن طراء مجهز وكافي. فعندنا قلية لازم تقول لنا ده ينفع ولا ما ينفعش. فهو قلية رسمية او شبه رسمية. يعني هو ليس جهة تنفيذية. ليس جهة الشرعية. لكن جهة شبه رسمية تقدر تطلع حاجات. توصيات وتقارير هامج. يعني الدكتور المعالج ما يدارش يشتغل غير لما يشوف الأشعة ويشوف التحليل وكده. من غير أشعة ومن غير التحليل. مش عارف يشتغل. فالجهات التنفيذية. مش عارف تحافظ على حقوق الإنسان من غير أشعة وتحليل. ده تشخيص. نمرت اتنين. او المجلس القومي لحقوق الإنسان من وظيفته يقول. الوزارة دي بتنتهك حقوق الإنسان في كذا. القانون ده بنتهك حقوق الإنسان في كذا وهكذا. اه بس يعني طبعا بالتوفيق لحضرتك لكل المجلس القومي حقوق الإنسان. ولكن في ظل طبعا الأسامي. عندنا تخوفات مازلنا. واحنا في انتظار طبعا لما يبتدي العمل بشكل حقيقي. والماء يتكذب للمجلس. بذكر حضرتك. دكتور إيهاب الخراط عضو مجلس قابح والإنسان. وعضو طبعا مجلس الشورى. باشكو حياتك أروجدك معنا نهاردة. احنا خلصت حلقتنا النهاردة. وبكرة هنكون معاكم في حلقة جديدة. ونتابع أهم الأحداث اللي بتشغل الناس. صباح الفور. موسيقى